دونالد ترامب يثير الجدل كعادته ويعلن أنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والتي تبدأ الأربعاء معتبرا أن الأمريكيين يعرفونه بشكل جيد وأنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسه في السباق للبيت الأبيض وفي رسالة على منصته تروث سوشيل أشاد ترامب بما وصفه بأنه سجل ناجح جدا حققه عندما شغل منصب الرئيس من واشنطن معنا مرسلنا مجدي يازجي مجدي مرحبا بك معنا إذن هذا هو ترامب هل سيلتزم بهذا الموقف وهل يمكن لهذا القرار أن يؤثر على حظوظه أيضا في الانتخابات التمهيدية مجدي دعينا نبدأ من الجزء الثاني من السؤال إيمان يبدو أنه لا يؤثر مطلقا على حظوظه الانتخابية استطلاع رأي تلوى استطلاع رأي يؤكد أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق يحظى بشعبية كبيرة جدا لا بل أنه يكتسح السباق الانتخابي على الساحة الجمهورية آخر استطلاع رأي وهو أشار إليه على منصته الخاصة هي تروث سوشل نسبة 62% من تأييد الجمهوريين في البلاد لأن يكون ترامب هو المرشح الرسمي ومنتزع بطاقة هذا الحزب لينافس بعد ذلك الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات العامة والرئاسية في المرحلة النهائية وبالتالي استطلاعات الرأي تخدمه القاعدة الشعبية الجمهورية واسعة جدا هناك تأييد كبير له يعني كل ما يوجه له اتهام قضاء كلما تزيد نسبة شعبيته في الشارع الجمهوري في الداخل الأمريكي وبالتالي العين تبقى على الانتخابات الرئاسية العامة بعد ذلك والمستقلين في البلاد في نزاعه المتوقع بعد ذلك مع رئيس الحالي جو بايدن بالعودة إلى المناظرات هو قرر بالفعل أن لا يلتزم بهذه المناظرة المقبلة والتي هي مقررة يوم الأربعاء وقد يكون السبب الرئيسي والأبرز إيمان هو أنه من يشترك في هذه المناظرات من مرشحين الحزب الجمهوري عليه أن يوقع على تعهد يقول فيه أنه سيساند مرشح الحزب أيا كانت هويته وهو سبق وصرح ولمح بأنه لا ينوي أن يساند أي شخص آخر إلا نفسه وبالتالي قد يكون هذا أبرز الأسباب الذي جعله يمتنع عن المشاركة في هذه المناظرة ولكن هذا لا يعني أن الموضوع انتهى هناك المزيد من المناظرات المقبلة أعتقد أن المناظرة التالية ستكون في شهر سبتمبر ويبقى الباب مفتوح على احتمال مشاركة المرشح الأبرز والأهم والأكثر شعبية دونالد ترامب إيمان نعم بالتأكيد شكرا لك مجدية زيجي مرسلنا من واشنطن